ظهوره حتى اني حاورت عددا من هؤلاء الملحدين سواء من ابناء هذا بلد او من خارجه على قلتهم ولله الحمد الا انك تجد انهم لا يزالون مقتنعين بما حدثهم به دارون لما قال ان اصر الانسان كان من قرد وقد حدثت واحدهم قبل ايام زارني في بيتي واذا هو ملحد فقلت له من خلقنا قال نحن تطورنا قلت له كيف تطورنا قال نحن كنا قرودا وقبل ان نكون قرودا كنا حيوانات اصغر من ذلك ثم كنا اصلا ضفادع ثم كنا خلايا صغيرة ثم كنا اصغر من هذه الخلايا فلما قال كنا قرودا قلت له يا اخي اما انا فلم اكن قردا ولله الحمد كل واحد يتكلم عن نفسه اما انا فلم اكن قردا انا بشر ابن بشر خلق الله تعالى ابانا ادم في السماء جل وعلا كما يشاء خلقه سبحانه وتعالى بشرا ونحن من ذريته اما ان تكون انت اجدادك قرود فهذا راجع اليك ثم قال لي اننا هذه الخلايا كانت قديمة فقلت له طيب ارجع ايضا قال فلا تزال هذه الخلايا كونت من خلايا اصغر منها حتى وصلنا الى موضع لا يستطيع الاجابة عليه قلت له طيب لما تناهت في الصغر وجعلت تصغر هذه الخلايا فتصنع تلك الخلية خلية قبلها وتوجد منها وتتطور حتى تكبر الخلية الاولى الاولى من اوجدها قال هذه جاءت من الانفجار العظيم للكون قلت هذا الانفجار معناه ان هناك شيء كان موجودا وانفجر اليس كذلك قال بلى قلت هذا الشيء الذي انفجر من خلقه من اوجده ماذا كان قبل ذلك فسكت قليلا ومعه ماجستير من امريكا فقال هذا السؤال الذي لا يستطيع احد الى الان الاجابة عليه من الذي اوجد ذلك الشيء الذي انفجر قال هذا السؤال الذي لا يستطيع احدنا الاجابة عليه اليومنا هذا فقلت له اما نحن فعندنا الاجابة الله خالق كل شيء وهو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم وهو العلي العظيم وهو الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين والله ان كل خلية من الخلايا لتشهد ان الله تعالى واحد لا شريك له ان كل ذره من ذرات الكون تشهد ان الله واحد لا شريك له ان كل جزء نراه في هذا الكون يشهد ان الله تعالى واحد لا شريك له بل انه ان كل هذه الامور وكل هذه الاشياء تسبح بحمد ربنا جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وان هؤلاء الملحدين لا يعيشون في هم وغم لن يجدوا له حلا الا ان يدخلوا في الاسلام من جديد وقد اتصل بي احدهم قبل ايام تصلت زوجته تستفتي فقلت اخ جعي زوجك ان يتصل بي فاذا زوجها يتصل وهي تستفتي هل يجوز وانا ابقى معه وهو ملحد ام لا قلت دعنا نناظره ونناقشه وننصحه فتحدثت معه